أي الفرق من التوكسك أو السام أو اللي بيشاع تلقى سلبية ومشها بعد تقريبا يمكن حد يخش في الشغلانها بجد يجي الستوديو يقفل لنا اليوم فما يعود في العيلة أفكار وسلبية كثير أداء وموتر وجوده وحش أداء وموتر وجوده موتر التوكسك أو لدائي أو ضغط عنه التوكسك في العلاقات بمعنى أنه بيوصل لك طول الوقت أنت مش مرتاحة وأنت عادة بعضة علاقة في التعامل في أسلوب التعامل إنما لو شخص قريدي مثلا تحسنه كثير الحركة متوتر أفكاره سلبية على طول ده شخص ده ندعو التقطه سلبية كثير الشكوى ويطلع الحاجات السلبية فيه قولها فيك كزي ما قررت البنت نكادية مثلا طب ليه الأب بيساكت على كل ده ومعنى هو بيشتكي للبنت ولا هو ما بيشتكيش للبنت وبيت هيقلها هو فيه جزء برضو خلينا نقول أنه ممكن تكون الأم بتتعامل مع التلاتة كده يعني اسمات شخصيتها أصلا بتعاملها زي ويبتجيب لدي لبس ودعياله بتعاملها كويس ما هي ممكن تكون بتعمل لأماني حاجة ودي حاجة ودي حاجة يعني ما ده بيتها وهي ابنها وسكتها يعني ممكن يكون كلهم لأ ممكن يكون هم بتعاملوا بطريقة فيها قصوة أصلا تختار أماني تحديدا تعملها بقصوة يعني هي مثلا بتجيب الأكل اللي هم بيحبوه مثلا بس أماني حساسة شوية فبيتقولك عمرها ما سألتني محتاجة حاجة أنا عارف أنت بتاكله إيه يا بنتي ويجبته لازم أسألك من هذه الفكرة هي إخواتها مش تكوش لسه مش عارفين ممكن عندهم نفس الموقف ولا لأ لكن الأم دي الشخصية دي من الأمهات اللي هي بتتعامل مبدأ القصوة ده وعدم الاهتمام وعدم الاحتواء وأنها تظهر بأحسن صورة في التعامل مع الناس من بره لكن في جوة بيتها مع ولدها ما فيش اهتمام مش هتوقفي تفضيل ورغم أنه فيه مثلا زي قلتلك مبدأ من أول فرق تسود أنا ممكن أعمل ده كويس وده وحش في التاني يفضل محتاج لطول الوقت أنا بقرب من ده وببعد بنفر ده فيه أمهات كتابة